السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة موزي موريك روشي أتمنى ربنا يوفقني بالفيديو النهاردة يعجبكم تستفادوا منه لو عجبكم الفيديو عملوا له لايك وشير واكتبوا لي رأيكم في التعليقات واكتبوا لي كمان بتشاهدوني من أي بلد ولو لسه أول مرة بتشوفوني وحابين تتابعوني يسعدني اشتراككم في القناة فاشتركوا فعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بأي فيديو جديد أنا بعمله ويلا بنا على طول نروح على الشرح ونشوف هنشتغل إزاي أنا هشتغل بخيط مكرمية مصري متوسط السمك سمك 3 ملي وإبرة رقم 5 ملي ميتر تقدروا تشتغلوا بأي نوع خيط يكون مناسب مع الإبرة المناسبة لي وتشتغلوا بنفس الطريقة اللي أنا هشتغل بيها معاكم النهاردة وتقدروا كمان تتحكموا في المقسات تكبروا أو تصغروا حسب المقسات اللي أنتوا عايزينها هبدأ باسم الله هعمل دايرة سحرية وهشتغل داخل الدايرة اتنشر عمود بلفة بعمل الدايرة السحرية بالطريقة دي كده وبدخل بالإبرة في الدايرة وباسحب الخيط وبشتغل تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وبحسبهم أول عمود بلفة بيصلك طرف الخيط بتاع البداية عشان أقدر أتحكم في الدايرة بتاعتي أديع وأوسع بسهولة بحط علامة في السلسلة رقم تلاتة من الارتفاع عشان هقفل فيها السطر الأول بغرزة منزلكة بعد كده هشتغل حداشر عمود بلفة عشان أكملهم اتنشر وباخد معايا طرف الخيط بتاع البداية بشتغل عليه عشان أسبته العمود بلفة بشتغله إزاي معايا لفة على الإبرة باخد كمان لفة من الخيط أصبح معايا لفتين بدخل في الدايرة ومعايا طرف الخيط بتاع البداية بسحب الخيط أصبح معايا تلات لفات على الإبرة بسحب من أول لفتين اتكون معايا لفتين بسحب من اللفتين دي طريقة غرزة العمود بلفة بكمل بنفس الطريقة لحد ما وصل للعمود رقم اتنشر كده أنا اشتغلت اتناشر عمود بلفة بما فيهم الارتفاع زي ما اتفقنا بحسبه من ضمن العدد بسحب طرف الخيط بتاع البداية بقفل الدايرة كويس جدا وبعد كده بقفل السطر الأول بغرزة منزلقة مكان العلامة في السلسلة رقم تلاتة من الارتفاع بدخل في السلسلة تحت حلقتين تحت الحلقة الخلفية والحلقة اللي هي في الخلف اللي ورا دي وبسحب الخيط وبعمل منزلق كده أنا اشتغلت اول سطر في الدايرة السحرية اتناشر عمود بلفة بداية من السطر التاني هشتغل الاعمدة كلها في الحلقة الخلفية للغرزة مع الحلقة اللي هي خلف العمود بلفة بنسميها خلف الخلفية يعني تحت حلقتين هوضح لكم اكتر بدخل كده في منتصف حرف ال V تحت اللفة الخلفية للغرزة مع الحلقة اللي هي خلف الخلفية يعني تحت حلقتين عشان الشغل بتاعي بقى ثابت اكتر تقدر تشتغل تحت الحلقة الخلفية بس انا بحب اشتغل تحت الحلقتين عشان الدايرة تبقى ثابتة معي الحلقة الخلفية لغرزة العمود مع الحلقات الصغيرة اللي هي وردي هبدأ السطر التاني هشتغل تزايد في كل الغرز يعني ايه تزايد يعني بشتغل في كل غرزة غرزتين مع بعض نخلي بالنا ان المنزلقة اللي انا قفلت بيها السطر الاول دي بحسبها راس للعمود الاول اللي هو الارتفاع التلات سلاسل يعني انا لو عديت الغرز دي كده هلقيهم اتناشر بما فيهم المنزلقة اللي انا قفلت بيها ببدأ السطر التاني بارتفع تلات سلاسل وبحسبهم اول عمود وبحط العلامة في السلسلة رقم تلاتة وبشتغل معاها في نفس المكان وبشتغل في نفس الغرزة عمود بلفة بدخل كده في منتصف حرف الفي بتاع المنزلقة اللي انا قفلت بيها مع الحلقتين بتوع سلسلة رقم تلاتة اللي انا عملت فيهم منزلقة تحت وبشتغل عمود بلفة بعد كده بشتغل في كل الغرز كل غرزة بشتغل فيها عمودين مع بعض في الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي هي خلف الخلفية زي ما اتفقنا تحت حلقتين في نفس الغرزة كمان عمود هكامل بنفس الطريقة كل غرزة بشتغل فيها غرزتين عمود بلفة لحد ما وصل لآخر السطر هكامل بنفس الطريقة وصلت آخر السطر التاني اشتغلت 24 غرزة عمود بلفة عملت تزايد في كل الغرز هقفل السطر بغرزة منزلقة في السلسلة رقم تلاتة من الارتفاع بدخل هنا في منتصف حرف الفي تحت اللفة الخلفية مع اللفة اللي هي تحتها دي تحت لفتين وبسحب الخيط وبعمل منزلقة الحلقات الامامية اللي انا سبتها دي هشتغل فيها البتلات بتاعة الوردة هبدأ السطر التالت بنفس الطريقة برتفع ثلاث سلاسل وبحسبهم اول عمود وبحط العلامة في السلسلة رقم تلاتة هشتغل السطر التالت ازاي بشتغل في غرزة تزايد والغرزة اللي بعدها بشتغل غرزة واحدة يعني غرزة بشتغل فيها غرزتين والغرزة اللي بعدها بشتغل فيها غرزة واحدة هشتغل مع الارتفاع في نفس الغرزة كمان عمود بلفة. بدخل كده في المنزلقة اللي انا قفلت بيها مع السلسلة رقم تلاتة في الارتفاع تحت. وبسحب الخيط وبشتغل عمود بلفة. الغرزة اللي بعدها بشتغل عمود بلفة واحد. الغرزة الثالثة بشتغل عمودين بلفة تزايد. في الغرزة الرابعة بشتغل عمود بلفة واحد. هكامل بنفس الطريقة بشتغل تزايد فردي لحد ما وصل لآخر السطر الثالث. ووصلت آخر السطر الثالث اشتغلت ستة وثلاثين غرزة عمود بلفة. هقفل السطر بغرزة منزلقة مكان العلامة. وهبدأ السطر الرابع. السطر الرابع بشتغل غرزة زوجي واتنين فردي. يعني ايه زوجي? يعني بعمل فيها تزايد. يعني بشتغل في الغرزة غرزتين مع بعض. وفردي يعني بشتغل في الغرزة غرزة واحدة. بعد ما قفلت بمنزلقة بارتفع تلات سلاسل وبحسبهم اول عمود. وبحط العلامة في السلسلة رقم تلاتة. وبشتغل مع الارتفاع في نفس المكان غرزة عمود بلفة. ده اول تزايد انا بعمله في السطر الرابع. بعد كده بشتغل غرزتين فردي. كل غرزة فيها غرزة واحدة. وبكرر بنفس الطريقة لحد ما وصل لاخر السطر. الغرزة رقم اربعة بشتغل فيها غرزتين. بعمل فيها تزايد يعني زوجي. والغرزة رقم خمسة وستة بشتغل فيهم فردي يعني عمود واحد. هكرر بنفس الطريقة بشتغل غرزة زوجي واتنين فردي لحد ما وصل لاخر السطر الرابع. وصلت اخر السطر الرابع اشتغلت تمانية واربعين غرزة عمود بلفها. هقفل السطر بغرزة منزلقة ومكان العلامة. في السلسلة التالتة من الارتفاع. وهبدأ السطر الخامس. بارتفع تلات سلاسل وبحسبهم اول عمود. وبحط العلامة في السلسلة رقم تلاتة. السطر الخامس هشتغل غرزة تزايد وتلاتة فردي. او غرزة زوجي وتلاتة فردي. وهكرر لحد ما وصل لاخر السطر. مع الارتفاع في نفس الغرزة بشتغل عمود بلفها. بعد كده بشتغل تلاتة فردي في كل غرزة غرزة واحدة. في الغرزة رقم خمسة بشتغل تزايد يعني زوجي عمودين مع بعض. بعد كده بشتغل تلاتة فردي. كل غرزة فيها غرزة واحدة. هكرر بنفس الطريقة بشتغل زوجي وتلاتة فردي. او تزايد وتلاتة فردي لحد ما وصل لاخر السطر الخامس. وصلت اخر السطر الخامس اشتغلت ستين غرزة عمود بلفها. هقفل السطر بمنزلقة مكان العلامة. ده هيكون اخر سطر انا هشتغله لاني تقريبا وصلت للمقاس المناسب. بقفل السطر الخامس بغرزة منزلقة. وهقول لكم المقاس كام سنتي. طبعا لو حابين تزودوا المقاس عن كده بتشتغلوا بنفس الطريقة. السطر السادس بتشتغلوا تزايد واربعة فردي. والسطر اللي بعد بتشتغلوا تزايد وخمس فردي. والسطر اللي بعد تزايد وستة فردي وهكذا. بتزودوا عدد الغرز الفردية. لحد ما توصلوا للمقاس اللي انتو عايزينه. ده شكل الدايرة لانا اشتغلتها. الحلقات الامامية اللي انا سبتاها دي هشتغل فيها البتلات بتاعت الوردة. نشوف المقاس كام سنتي. مقاس الدائرة اللي انا اشتغلتها تمنتاشر سنطي بالزبط. بعد كده هشتغل سطر من غرز الحشو من غير اي تزايد. بارتفع سلسلة وبسيب الغرزة اللي انا قفلت فيها بمنزلكة وبدخل في الغرزة التانية وبشتغل تحت الحلقتين غرز حشو. كل غرزة بشتغل فيها غرزة حشو واحدة لحد ما وصل لاخر السطر. هكمل غرز حشو لحد ما وصل لاخر السطر. وصلت اخر السطر هشتغل اخر غرزة حشو في المنزلكة بتاعت السطر الخامس. بدخل هنا في المنزلكة تحت الحلقتين اللي انا قفلت بها السطر الخامس وبشتغل اخر غرزة حشو. بعد كده بدخل في اول غرزة تحت الحلقتين برضو باسحب الخيط وبعمل منزلكة. وهسبت الخيط مش هقصه عشان هسبت بيه ايد الشنطة. بعد دي من الحلقة دي كده طرف الخيط او شلت الخيط الباقية معي. وبسبتها لحد ما وصل لمرحلة ان انا هسبت ايد الشنطة عشان ما قصش خيط كتير. كده انا اشتغلت الدايرة بتاعتي اللي انا هشتغل عليها بعد كده البتلات بتاعة الوردة. هقول لكم مقاس كم سنطي بعد ما اشتغلنا سطر الحشو. مقاس الدائرة اصبح عشرين سنطي بالزبط. بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم تكونوا استفدتم منه. لو عجبكم الفيديو عملوا له لايك وشير. واكتبوا لي رأيكم في التعليقات واكتبوا لي كمان بتشاهدوني من اي بلد. ولو لسه ما اشتركوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.